استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سواح اليوم سماحت المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بحضور سعادة السيد فاكيف غرييف سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين وقد أعرب معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة عن تطلعات البحرين لتوثيق العلاقات مع روسيا الاتحادية وخصوصا في المجال الديني المشترك مشيرا إلى أن البحرين بفضل حكمة قيادتها وأبنائها تحتضن جميع الأديان والمذاهب والثقافات في أجواء يسودها التعايش والتعاون والألفة وأكد معاليه أن جلالة الملك المفدى يحرص على التأسيس لمفهوم الحوار والتعايش بين الأديان والثقافات مشيرا معاليه لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي أقامته مملكة البحرين برعاية ملكية سامية من جانبه أعرب سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين عن خالص شكره وامتنانه لمقام جلالة الملك المفدى على تلبية جلالته دعوة مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية لمشاركة مملكة البحرين في مراسم افتتاح جامع موسكو الكبير في أواخر شهر سبتمبر الماضي مبديا تقديره وشكره لجلالة الملك على هدية جلالته بمنح آلاف النسخ من مصحف البحرين لصالح جامع موسكو الكبير وقد استعرض الجانبان سبل التعاون الثنائي في المجال الديني والمعرفي والثقافي إلى ذلك أقام سم الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية معدوبة غداء لسماحة رئيس مجلس الشورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية حضرها مع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ومعالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيد بقايف غارييف سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية